في هذا الفيديو أبعلمكم كيف تحصلوا على الوضع الليلي على الواتساب على الواتساب على جهازك الاندرويد وجهازك الايفون بسهولة تامة بالنسبة لي جهازك الايفون طبعا لازم يكون عندك اي او اس 13 التحديث الاخير لأي او اس 13 وروح للتحديث وحدث اذا ما كان موجود بعد ما تفعل هذا الشيء روح للأي او اس 13 وابحث عن الواتساب ودخل على الواتساب وبتحصل فيه تحديث جديد او تحديث جديد على الواتساب سوي التحديث وبعدها شغل الوضع الليلي اذا ما ترى كيف تشغل الوضع الليلي على الايفون جدا بسيطة تروح للسطوع بعدين تنزل تحت تروح للسطوع او الشاشة بالانجليزي وبعدين تختار مظلم وضع المظلم اول ما تسوي الوضع المظلم تروح للواتساب وتشوف ان الواتساب عندك صار بالوضع الليلي اما بالنسبة للاندرويد طبعا الاندرويد شوية الموضوع تركي التحديث بعدها ما صدر بشكل رسمي على الاندرويد بس ايش بسوي بنزلكم لينك تحت في تضغط على هذا اللينك وتنزل الواتساب من هذا اللينك بعد ما تنزل الواتساب طبعا تروح تسوي له انستول بعد ما تسوي له انستول او تثبيت لجهازك تروح نفس الحالة وتختار السطوع في الاعدادات بعد ما تسوي الاعدادات بتحصل على الوضع المظلم تختار الوضع المظلم والحين مثل ما تشوف صار عندك الوضع الليلي على الواتساب في الاندرويد بعد طبعا بعد ما يصدر تحديث على الاندرويد بيصير فيه تحديث عندك على الواتساب اللي عندك والامور طيبة ما تحاتي من اي شي هذا الاصدار اللي نزلت لكم هي طبعا الاصدار البيتا موجود انلاين وحطت لكم اللينك تحت علشان تنزلوا والحين صار عندك الوضع الليلي هذه كانت حلقتنا لهاليوم واتمنى ان الحلقة عجبتكم وكالعادة لا تنسوا تضعوا لايك وسبسكرايب وتنشروا هذا الفيديو لكل الشباب والاصدقاء على الانستغرام والواتساب اللي يريدوا تكون عنده الوضع الليلي على الواتساب سواء على الاندرويد او على الاي او اس هذه كانت حلقتنا لهاليوم اراكم ان شاء الله في فيديو قادم الحلقة القادمة كان معكم مصطافي العجمي وحياكم الله